أبقى مصرف الإمارات المركزي على معدل الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند خمسة واربعة عشر في المئة كما قرر الإبقاء على المعدل الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل عند خمسين نقطة أساس فوق معدل الأساس ويأتي هذا القرار لإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماعه أمس ويحدده معدل الأساس الذي يرتبط بمعدل الفائدة على أرصدة الاحتياط المعتمد من قبل الاحتياط الفيدرالي الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي كما يوفر حدا أدنى لمعدل الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة